بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام تسليما كثيرا آآ النهاردة هنعمل معكم في سيخ دولة طبعا حوالي كله نص آآ بورية جايبه من حوالي شهر بالزبط واجبته كده آآ غسلته الاول ونشفته ونشفت الخياشين بكلينكس وبعدين آآ جبت علبة وجبت كم كيس كده وإيه عشان هعبيه فيه قلبة حلوة كبيرة اللي هي خمسة كيلو دي وجبت ملح الفلفل شطة اللي حرقت دي بابريكا وجبت كاري وجبت شوية كاري كده عشان حطهم في الخياشين بتاعته بتديه لون حلو وبنفس الوقت ما تخليش في رحة نفزة قوي يعني لان الكرشة القصد الفيسيخ الفيسيخ ببقى روحته شديدة عالية قوي يعني رحة صعبة شوية فسبحان الله ما انا فتحت عليه ما لقيتش الريحة دي يعني المهم هنضفه كده كويس ونشفه عشان لازم يبقى ناشف وقوم حطه في الخياشين دي ملح وبابريكا وشوية كوركم وارش عليه ملح برضو وبابريكا وكوركم وكل حاجة وقوم اقفل عليه في اربعة كياس او خمسة اللي فيه جميل بحيش التهوية ما يخشلوش هوا عشان ما يدودش منك والملح يكون زايد بحيس ان ما يبوش منك لان لو ملحه خفيف بيدود وبوز يعني يترمي ما بيبقاش كويس طبعا في الصيف بيقعد اسبوعين لشان جو شمس لكن في الشتة ده بيقعد وقت اكتر بقى طبعا لانه في الشمس وجو بارد فبعد وقت يعني عملت حاول شهر صلع جامل ما شاء الله يعني وطعمه لزيز وحلوه اهم حاجة اللي ريحة مش نفازة قوي يعني ده اللي عجبني في يعني طبعا كده هبدأ افتح الخيشون بتاعه واعمل لهم ملحه وايه وحطط له شوية كاري وشوية آآ شطة هوا ليه البابريكا بيتخلي وفي ناس بتحط فلفل اسود بس انا انا بحط الشطة دي وكده هنعمل نعمل التلاتة واقفل عليهم وان شاء الله بالهنة والشيفة ودي طريقة تخليل الفيسيخ وطبعا السردينة والحاجات دي بس السردينة والحاجات دي ما بتقعدش تلاتة اربعة تيام يعني بكتير ويعني يوم ما تقعد في الشتة ده خمسة تيام واقفل عليه كويس اهم حاجة التقفيل كويس يعني ما يكشلوش هوا عشان ما يبوش يعني والملح اهم حاجة الملح برضو لازم يكون ملحه كويس بحيس لا يبقى شرشي قوي تبقى مزبطة ولا ولا عادب لان لو عادب مش هيزبط معاك برضو مش هيبقى كويس وقفلت علي كده عططل شوية كاري وبعدين هقفله كويس قوي وحطه في كيم اكتر من كيس ان شاء الله واقفله في العلبي يعني وبالهانا مش شيف علي اياكل ودي طريقة تخليل في سيخ بتاعتي يعني طريقتي بعمله على طول كده وتعلمته من والدي رحمة الله عليه واللي كان معلمه هنا يعني كان برضو بحطه في حالة صاق كده زمان ويقفل عليه بيعجن عاجينة كده شوات دقيقه ومية ويقفل عليه في حيس ان ما يخش لهاش هوا. احنا طبعا عدنا الوقت بنحطها في كيس شونة اكتر من شنطة ونقفل عليه كده. وغطته بالعلبة وقمتجها ربطك كيس العلبة دي بكيس برضو كبير. يعني عملتها في اكتر من كيس وارجع اجيب كمان كيس كبير ولف العلبة نفسها. وطلعت عالسلم. عند السطح كده لاني ما فيش هاوب ما فيش شمس فحطته عالسلم وبرحته يعني وجد فتحت عليه النور ده بنزل مياه وميته في العلبة. مش في الكيس يعني نازل ماته وطلع جميل ما شاء الله. يعني ورحته رهيبة وخطيرة بصراحة وعجبني يعني بصراحة. دقت حتة بس انا ما كلتش منه بصراحة لان ابن اللي عايز يفتح عليه عايز يأكل منه. بالهانة والشفة. عاملة ازاي وجميلة جدا. وقلبها جميل بصراحة يعني ما فتحتها القتاة حلوة اوي. وحتى اللون بتاع الكوركم ده عام الييلو حلو. بقى اللون الييلو ده جميل اوي عليه يعني كده ما شاء الله حلو كده. انا بفتح حلو كده عشان اصورها. وياخدها يا كلبها بعيدة ولا ياخد الدول يا كلبها. شوفي جميل ازاي. ان شاء الله وردي. وردي جميل. دي بقى انا دقتها بصراحة يعني طلعت حلو. اه. وشكرا لدعمك حبيب.